اشتركوا في القناة ضد خطة الاتلاف الحكومي الخطة الرامية للانقلاب على جهاز القضاء وتظاهر الالاف من الاسرائيليين في كاركور والمئات في رمات هشرون وعشرات الالاف بحيفا وتل ابيب هذا ودعت حركة الاحتجاج لمظاهرة يوم الاثنين المقبل دعما للمحكمة العليا ضد موجة التحريض عليها المستمر من اليمين فيما تستعد المحكمة العليا للنظر بالتماس ضد قانون الغاء ذريعة عدم المعقولية الثلاثاء المقبل يذكر ان الكنيسة صادقة على قانون الغاء ذريعة عدم المعقولية بعد تمريره بالقراءة الثانية والثالثة وذلك على وقع احتجاجات واسعة شهدتها القدس وتل ابيب وعشرات المواقع والبلدات والمفارق والشوارع الرئيسية حذر مدير المستشفيات الاسرائيلية المستقلة غير الحكومية الجمعة من ازمة حادة في الميزانية قد تلحق ضررا حقيقيا على الامداد المنتظم بالادوية والمعدات الاساسية جاء ذلك في رسالة ابرقها مدير المستشفيات الى وزير الصحة موشي اربيل ووزير المالية بيتسلائل سموتريج ومدير عام وزارة الصحة موشي بارسيمانتوف وطالب مديرون مستشفيات وزير الصحة والمالية بالتدخل والعمل من اجل التوصل الى حل اساسي مستقر للازمة قبل ان يؤدي الوضع الحالي الى الاضرار بجودة وتوافر رعاية المرضى والقدرة على دفع الاجور الكامل للموظفين وفقا لما جاء في رسالتهم اصيب خمسة اشخاص بجروح متفاوتة من جراء شجار تخلى له طعن وقع في مدينة رهط بمنطقة النقب جنوبية البلاد وقدم طاقم طبي من نجمة داود الحمراء العلاجات الاولية للمصابين وتم احالتهم على وجه السرعة الى مستشفى سوروكا في بئر السبع لاستكمال العلاج وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار الذي لم تعرف خلفيته بعد بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس اوعزى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بارسال فريق من الدفاع المدني ووزارة الصحة للمشاركة في جهود الانقاذ لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب اجزاء من المملكة المغربية مساء الجمعة واسفر عن وفاة واصابة المئات من الشعب المغربي هذا وعز الرئيس محمود عباس ملك المملكة المغربية محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عددا من الاقاليم والمدن في المملكة المغربية الشقيقة موقعا المئات من الضحايا بين وفيات ومصابين بدوره تقدم رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فاتوح بأحر التعازي والمواساء للمملكة المغربية في ضحايا الزلزال الأليم الذي ضرب عدة مناطق في المملكة وخلف المئات من الضحايا والجرحة ومن جانبه أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن أحر التعازي وصادق مشاعر المواساء من المغرب ملكا وحكومة وشعبا بضحايا الزلزال ووفقا للمعطيات الأخيرة فقد أعلنت وزارة الداخلية المغربية عن ارتفاع الحصيلة الأولية للزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم في المغرب إلى 820 قتيلا و672 جريحا في حصيلة غير نهائية للأعداد تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وتباحثا في الأحداث الجارية بمخيم عين الحلوة وشدد الرئيس محمود عباس خلال الاتصال الهاتفي على أنه أصدر تعليمات مشددة على ضرورة تحقيق تهدئة كاملة وشاملة في المخيم من الأطراف كافة وأكد الرئيس الفلسطيني حرصه على تحقيق هذه التهدئة وأن يتم معالجة الأمور وفق القانون اللبناني وبالتنسيق مع الدولة اللبنانية أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن استهجانه الشديد لردود الفعل الصادرة عن عواصم عدد من الدول الغربية إذا أما ورد في خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام المجلس الثوري قبل أيام من معلومات وثقتها دراسات وأبحاث لأكاديميين إسرائيليين وأمريكيين ووصف اشتية تلك الردود بأنها متسرعة وغير مبررة وتستجيب للوبيات الضغط الصهيونية في تلك العواصم للنيل من الرئيس محمود عباس على خلفية رفضه الاستجابة للضغوطات التي تمارس عليه منذ سنوات لوقف مساعيه الرامية لتدويل القضية الفلسطينية وتقديم طلبات عضوية إلى جميع المنظمات الأممية وخاصة اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ورفع الجرائم المرتكبة بحق أبناء شعبنا إلى المحكمة الجنائية الدولية أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الأسرة في سجون الاحتلال مستعدون لخوض الإضراب عن الطعام والذي أقرته اللجنة الوطنية العليا للحركة الأسيرة في الرابع عشر من أيلول الجاري ردا على إجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن جفير وللمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة بهدف التضييق عليهم وفي رسالة وجهها أسرى حركة فتح أكدوا أنهم وإلى جانب كافة رفاقهم من فصائل العمل الوطني والإسلامي مستعدون بكل ما يملكون من إرادة لخوض هذه المعركة وسيرفضون أي محاولة للمساومة على حقوقهم وحقوق عائلاتهم داعين أبناء شعبهم الفلسطيني إلى إسنادهم ودعمهم في وجه هذا العدوان المستمر بحقهم وأضاف نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن هذه الرسالة جاءت في إطار حالة التعبئة المستمرة وتأكيد الأسرة على أنهم في حالة طوارئ دائمة لطالما استمرت حكومة الاحتلال الفاشية في التلويح بفرض المزيد من الإجراءات والسياسات للإنقضاض على حقوقهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر